السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثاء 30 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورحضاً موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة 3.19 دقيقة من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والأعمال أو رام وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 ودقيقتين من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح المحبة والخير والقبول القمر الآن موجود في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء خلال هذا اليوم طبعاً خلال هذا اليوم منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ابنتقلب في أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضاً أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة ثنتين صباحاً بتوقيت جرينتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هي مصدر للتوتر وخصوصاً للأشخاص اللي بيكون عندهم كثير من الأحمال أو الضغوطات لأنها ممكن شوي تسبب تشتت فكري فتعرضهم لبعض الحوادث أو الإصابات ما منح سنتحكم لا في أفكارنا ولا كلامنا ولا ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة التسعة صباحاً بتوقيت جرينتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعدة نشاطنا من الجديد واللي بيكون محبط عاطفياً بثور ثورة عرمة من الغضب تجعلنا شوي نكون عدوانيين كثيراً وخصوصاً مع الجنس الآخر وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار والشكوك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 11 و15 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرها على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 10 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة من أحضاب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص دوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وأيضا الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي هي الأعضاء الأكثر حساسية واللي طبعا اللي بيشعر بأي أعراض غير اعتيادية يراجع الطبيب أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح ليزلت الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس بيبدأ الساعة 2.46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 3.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره 25 يوم الآن الساعة 10.44 دقيقة مساءا من مساء اليوم بنبدأ باليوم 26 نسبة الإضاءة 21% نهاية اليوم أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22.08 سعيد بنسبة 70% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 45% القمر في الجوزاء حتى يوم 1.08 منتحس الآن بنسبة 75% ساعة الفجر منتحس بنسبة 40% أما ساعة الصباح منتحس بنسبة 10% عطارد في العذراء حتى يوم 5.08 سعيد بنسبة 5% الزهرة في الأسد حتى يوم 5.08 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4.09 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة المساء سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2.09 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في السفر والاتصالات أهم إيش أنك تفوضوا بثقة وجراء أو حاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بدكوا تتجنبوا الهجوم وتتجنبوا الكلام اللاذع ممكن أنك ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فبدك تباكر لعملك وتعرض نفسك للإرهاق بتتميز اليوم بالنشاط العالي ممكن تسمع جواب يعني كنت بتنتظره في الفترة الماضية وبعضكم ممكن يسمع جواب ما بيعجبه أهمش أنك ما تبالغ برضو بمصاريفك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنهمك اليوم في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات قدر الإمكان ممكن تهتموا لأوضاع المالية أو تخذوا تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبرتك على حسف أنت شو بتعمل ولكن أغلب المكاسب اليوم بتكون من الأعمال اللي هي زي ما نحكي أعمال إضافية أهمش أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الأمور وما تبالغ قدر الإمكان بإنفعالاتك ويحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم القمر موجود عندكم استقر تماما فأشان هيك اليوم أنتو عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر عندك الخطط والمشاريع وممكن تختلط الواجبات بدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد الأهداف والأولويات وباستطاعتك استعادة موقع أو إنجاز الكثير من الآمال أيضا على المستوى العاطفي أنت اليوم ملفت للانتباه للجنس الآخر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بينال التعب منكم اليوم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الخميس فأبدك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم وطبعا حاول أنك تعمل بشكل روتيني وما تتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم لأن الوضع مش مناسب لاتخاذ قرارات أو البدء بأي شيء جديد وحاذر للبعض منكم بدوا يحاذر من التراجع الصحي والمعنوي واسترحوا بعيد عن الأضواء وما تختلقوا الأعذار وما تتهربوا من المسئوليات والمهام ولكن زي ما حكينا بشكل روتيني برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وتعتبر هاي الفترة فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد المعارف أو الأصدقاء أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وبتشارك بمناسبة معينة ولكن حاول قدر الإمكان أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل صباح يوم الخميس برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة اليوم في مجال العمل حاول أنك تقدم أفضل ما عندك عشان تقدر تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ أهم شي إنك ما تهدد سمعتك بالخطر لأنه يعتبر قمر الآن في بيت السمعة فعشان هيك حاول قدر الإمكانك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك بأي شيء ممكن تقلق بشاء لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كن جاهز وبرضو عقلاني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بدو يتقدم لامتحان أو مقابل اليوم بدو يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض نهائيا رغم أن الأجواء جيدة للإتصالات الخارجية أو لبعيدة أو تواصل مع جانب وهاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقة في مختلف الأمر اللي بيشجعك للانضمام لنادي أو جمعية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم وما تكونوا جارحين بالكلام بل فوضو بهدو ودبلوماسي وكونوا حريصين على حقوقكم واليوم بتتحسن الأجواء وممكن تحصلها للفرصة المناسبة لتبرر أخطائك بعضكم ممكن يهتم لبعض الأوراق القانونية أو المعاملات اللي تتعلق بنك غريبة أو تأمين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي الفترة فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال ولا العصبية علج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بتكتواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم وحادروا من التراجع الصحي قدر الإمكان إذا شعرتوا بشيء غير اعتياد اليوم راجعوا طبيبكم وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم حاول أن تتمم الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لأي عمل آخر كن أكثر تنظيماً وأحسن إدارة الوقت وتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي واخد قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً القمر اليوم موجود في البيت الخامس فعشان هيك اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً بتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن يظهر لك خلال الفترة هاي لقاء طارئ مع أحد الأخوة أهمش أنك تقدم لهم المساعدة والدعم اللازم وتعتبر هاي فترة ناجحة ومطمنة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهمش أنه ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد عشان تتفادوا أي تقصير وما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح يما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية برضو ممكن تظهر بعض الأعطال اللي تتعلق بالمنزل اللي بتتطلب منك إنك تكون جهز هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر